موسيقى كل عام وحضراتكم بخير في أول أيام عيد الفطر المبارك عاده الله على حضراتكم بالخير واليمن والبركات موجز الثالثة مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك حيث تناول السيد الرئيس وقبة الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة وأسرهم المشاركين في الاحتفالية واخرار الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة هذا وقد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي وحرص الرئيس السيسي أثناء الصلاة على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره في الصلاة كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة تبدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفقامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب الرئيس السيسي في برقيته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة داعينا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيد عليهم بالخير واليمن والبركات وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث رئيس جمهورية برقية تهنئة إلى الجالية المصرية المسلمة في الخارج وتلقى رئيس السيسي برقية تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة أعلنت وزارة الخارجية متابعة أوضاع المصريين في سودان وبدل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلام لهم وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن مكتب مصر في وادي حلفة يعمل على التواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق وأوضحت الخارجية أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبرس سودان ووادي حلفة بذل كافة الجهود والقيام باتصالات لازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والطاعات السريع والفعال معها تبعا للمستجدات شهدت أحياء عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلا إطلاق النار في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر بعدما بدأت قوات من الجيش في الانتشار سيرا على الأقدام للمرة الأولى منذ دياع الاشتباكات قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع وفي بيان قال الجيش السوداني إنه بدأ تطهير بؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة الخرطوم وأضاف البيان أن الألاف المدنيين فروا من العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وانفجارات وعبرت أعداد كبيرة الحدود إلى تشهد هربا من الاشتباكات الدائرة في منطقة دارفور بغرب السودان دمتم في رعاية الله نهاية موجز الثالثة من التلفزيون المصرية كل عام وحضراتكم بخير